بسم الله في واحد دخل مول كمير هايبر بشكل كده زي كرفور وقال لن عزب المدير وبيت خاني ومتعصب وبتعفل المدير مالك عام تعالى الشاب بس ينسون كده وشاب النعناية ونعرف اللي حصل قال له بص انا بنتي صغرة في السن ثمانتاشر ستاشر وبش متجوزة ولايتهم بعتن لها حاجات خاصة بالحوامل تشري ايه والحاجات المفضلة للبيبي ومنفعش الكلام دوت اعتذر وقال له معلش ناسف ان احنا بنفتح ببنتك على حاجات بش وقتها بعد شهر بالزبط جاله الراجل بيعتذر للبدير بيقول له انا اكتشفت ان اللي بنتي حمل عرف ازاي ازاي التكنولوجيا الحديثة بتعرف المعلومة قبل ما انت تعرفها او قبل ما الاهلك يعرفوها ازاي والموضوع كله عبارة عن خبار ريزميات هو بيحلل سلوك المستهلك وسلوك الراجل اللي بيشتري يعني مثلا الواحد مثلا في فترة المتحناية بما بتعصب بيشتري حاجة معينة في فترة اللي بعدية بيشتري حاجة تانية فبيربط راحات مع بعض بتكنولوجيا رهيبة بمرقبل لكل سلوك العملاء وكل الناس اللي بتشتري وكل الناس اللي بتيجي المحالة دوت لحد ما هيقدر يستنتج نمط معين للشراء فبيكتشف مثلا ان الرباح ده وهي حامل تلقائية بتشير اكل معينة بتشير مند المعينة بتشير حاجات بطريقة تلقائية بطريقة هي جسمها محتاجة للحاجات ديت بدون ما تحس فهو تلقائي بيستنتج ايه الموضوع وبيستنتج ايه الحاجة اللي هتشيرها قبل بعد كده فيبدأ يديها شوية تعلنتي طيب ايه تاني في واحد كان بيفكر يعزل فما لتكلم مع زوجته والمهم بعد ما خلص كلام معاها بيفتح الفيسبوك لاء اعلان عن جنب بيقول له عربيات ممكن تأجره عشان تعزل مكان لمكان فهو استغرب انا ما كنتنتش حاجة خالص واحد تاني كان قاعد مع صحابه في مكان جديد فقد يدور على الابلة طب ما حد معبر رينامج له الابلة فواحد فيهم طلع عن بايل وعرفوا الابلة فين واحد فيهم بيفتح الفيسبوك لاء اعلان على جنب الابلة فين ناس كثير تقول لي الفيسبوك كده والجوجل يعني التكنولوجيا بتستنتي حاجات يعني مثلا انا افكر في شخص معين ومجالب اسفكر فيه افتح الفيسبوك او يقول لي اصدقاء مرشحون يعني الناس مرشحون يكونوا اصدقاء ليك اعمل لهم اد افجأة منهم الشخص دوت ده عملها ازاي دوت اه انا وصلت بمرض ففتحت الفيسبوك من غير أن يقول لي حد على حاجة خالص ولا اتكلم معه حتى على الشات لديتو علي جنب كده كتاب لي بscheinما بس دي معلومة على علمك يعني ان جوجل يتصنت على رسالي الخاصة الياهو فيسبوك بيصنط على كل الحاجات الخاصة بالفيسبوك. الحاجة الاخطر بقى من كده ان هو بيبدأ يفتح المايك بتاع التليفون ويتجسس ويعرف معلومات عنك بدون اذنك. هي بيبقى فيه اتفاقية بيقولك حنا هتغير ان الاتفاقية قرأها فانت مش فاضل تقرأ حاجة مسلا انت 200 سطر فبتدوس اوكي فبتفاجأ بان هو مدي النفس الحق ان هو يفتح المايك في اي وقت ويتجسس عليك ويسجل مكلمات سجل صوتك يعني انا مسلا حاطر الموبايل جنبي وبش فاتح الموبايل تمام هو بيفتح المايك يسجل مسلا الخامس ده ويروح افل تمام ده الموضوع ده حقيقي وعشان تشوف الصورة ده جوجل هوت تمام مسجل كل خطوة ان روحت فين يعني اي مكان روحت بالموبايل مسجل الخطوات بتاعتي دي حاجاته هو مسجلها صوت تمام كل يوم كده بيروح فاتح المايك شوية ويتسجل حبة اي طبعا حاجات بحث بيسجلها تمام هو كل الكلام ده هو بيحاول اسفاد منه ان هو يخصص المعلومات ليك بس برضه هو كده كأنك نعم في الشارع بيعرف معلومات اكتر من لازم هو يقدر يعمل الابحاث بيدي عني بيدي عن الحاجات خاصة بتاعتي كل واحد يتدور على الاوبشن ويحاول لقفل الحاجات دي بدل ما احنا نعمين في الشارع وبدل ما احنا كل اسرارنا متاحة اللي عامة لان ممكن اي حد يختارك الباسورد بتاعك بترأسهلة جدا حتى رئيس الفيس بوك مارك زوكربيرج اقتحم الحساب بتاعه على الفيس بوك والطويتر والاواللينك ادن وعلى حاجة كتري جدا بعرف شركة معنات لو اي حد يقدر يكتحم حسابك على جوجل يقدر يسمع الحاجات دي كلها لو قدر يكتحم حسابك على الفيس بوك يقدر يسمع مكالمات بينك وبين زوجتك وبين ابنك حاجات موجودة في البيت عادي فده بش برانوية برانوية ده اللي هو شعور بالاردياب ممكن نتكلم عن امثلة تانية للبرانوية في تكنولوجيا بس ده مش برانوية ده حاجات الخاصة بيت موجودة على النت ممكن اي حد بسهولة يعمل هكر ويقدر ياخد كل المعلومات فناخد حظرنا ونبدأ نشوف الاتفاقيات ما نستطبش اي برنامج اللي مكون متأكد منه في برنامج كان موجود على الاندوريد عبارة عن اللعبة وطفل اكتشفوا حديثا في شخص هو اللي بيدر اللعبة ديت وهو بيقدر يكلم الطفل كده محس ان فيش حد موجود ويقول له طب انت ساكن فين طب بتاع بيعرف معلومات ويخش يسرق بنفسه يعني بيجي البيت يسرق ويعرف معلومات شخصية وممكن مسلا ياخد شوية صور او يفتح الكاميرا ويصور صور بعد كي يهدد بنشرها فناخد حظرنا الموضوع دوت من ضمن الحقيقة اللي موجودة ان هو تلاقي روابط كده يقول لك ايه اخر اغنية الهايفاء هيفاء من غير الهدوم قصة الهابلة ديت بتدوس عليها تمام بتلاقي الحساب بتاقي تهكر او مسلا يقول لك اا معلش انما بعتلك رقم على الموبايل بتاعك بص عليه ويبعته لي هو بيبع حاصل ان هو قال للفيسبوك انا نسيت الباسورد بعت لي الرقم بتاعي على الموبايل ويبعد داخل نوع الحساب بتاعك انت فالفيسبوك بيبعت كلمة سر او او رقم سري على الموبايل بتاعك فانت لما تبعته له هو بيقدر يكنع الفيسبوك ان هو صاحب الحساب ويسرق منك الحساب فخليك حذر قوي من الحاجات اللي بيجي لك اللينكات ممكن حد يبعت لك لينك كده عنده مكونش عارف هو ايه فاقول له ده بتاع ايه ده مثلا انت اللي بعته ولا ولا هكر اللي بعته ولا في برنامج سباي نخلى حذرنا الاطفال اللي هما بيستخدموا الفيسبوك او بيستخدموا النت عموما ان نكون حذرين اه بنراقب الجهاز بتاعهم اه لسقط البرامج ضد البرامج تجسس السباي اه ما نسيبش الموضوع سبه هلاله لان الموضوع فعلا خطير وبتلاقي الاسرار الموجودة على النت متاحة وربنا يستر اقول لك اشتركوا في القناة